مبارح لما تكلمت على كولر وعلى برونو سافيو الحقيقة لقيت بالليل منشنز كتيرة جدا على تويتر ان انا ما معناك كلمت عليهم بشكل سلبي ففتحت الفيديو انا ما لقيتش اي حاجة سلبية انا قلتها يعني كل اللي تقال او كل اللي ممكن يبقى الناس اخدته على كلامي ان انا قلت انت ما تقدرش تحكم على انه مارسل كولر هو الاختيار الانسب لنادي الاهلي ولا لا ايه اللي غلط في كده انت جبت مارتين يول مبارح كان كابتان عبدالجيل معاه على التليفون جبت مارتين يول اسمي كبير جدا بريمير ليج وغيره حاجات كبيرة جدا وما انجحش عنه الموضوع مانوش علاقة بالاسم وبالسي في وقلتلك قبل كده انت حتى قبل كده لما جبت مانويل جوزيه ما كانش بالعظمة اللي انت عملت يعني انت اللي عملته لكن هو في البرتغال قبل ما ييجي الاهلي ما كانش بالعظمة دي وكانت الناس وقتها يمكن مش متفتحة قوي على الكرة الاوروبية فما كانش حد عنده العشم الكبير بتاع انه لأ مين مانويل جوزيه ما كانش حد عارفه انما هو كسر الدنيا معاك كسر الدنيا حرفيا معاك طب في غيره وسيبيهات اعلى منه وما نجحتش ليه؟ عمرك سألت نفسك لانه هنا في مصر الموضوع ملوش مقاييس هنا في مصر زي ما قلتلك ممكن تجيب العيب عادي زي حد ديلك مثلا لسه كان كابتان وليد بتكلم على زيزو انا اراهن اراهن ان لو كل عشرة زملكوية لو في واحد منهم كان يسمع عن زيزو قبل ما زيزو يروح الزمالك واللي يسمع عنه ده ما كانش متعشم عن انه يكسر الدنيا قوي كده عادي العيب مصري كان بيلعب في اوروبا في دوريات يعني في اندية صغيرة ومحدش سمع عنه ولا انضم المنتخب ولا حاجة لكن جيه انفجر ملهاش مقييس هنا في مصر والعكس ممكن تجيب صفقة مدوية والاهلي وزمانك ضربوا بعض فيها ثلاث سنين وفي الاخر راح مش عارف هنا ولا هنا ما ينجحش ليه؟ لان انت في حاجات براك كورة برا الفنيات تركيزك وشخصيتك وثباتك الانفعالي ومخدود ولا لأ تيشرت تقيل عليك ولا لأ تفاعلك مع جمهور عامل ازاي طب قدت اللبس اخبارها ايه؟ طب انت في الادارة طب بتحب الفلوس وبترغي فيها كتير ولا انت راجل يعني راضي باللي ربنا كتبه لك ومركز في شغل في مليون حاجة في اللعيبة والمداربين نفس الكلام في مداربين كبار كتير جدا دخلوا مصر انما ما نجحوش وفي العكس المداربين عاديين مش هقولك انهم يعني ضايعين لكن المداربين عاديين دخلوا مصر وكسروا الدنيا كسروا الدنيا بمعنى كلمة كسروا الدنيا وبالتالي كان سؤالي هنا مبارح انه مارسل كولر ما تقدرش تحكم من خلال الاسم والسي في عن انه الراجل ده هيكسر الدنيا مع الاهر لا لا تسؤال عادي جدا فوش ايه حاجة اللي هو تقليل منه بالعكس هو اسم وانا قلتلك مبارح سي في محترم في النمسي خانوا بيتكلموا عنه كويس جدا معاهم في اليورو لما قادر المنتخب هناك مع الاندية اللي ضربها وهي اندية كبيرة على فكرة في سويسرا بازل ده نادي كبير جدا هناك جراس هوبرز ده نادي كبير جدا هناك الراجل ضرب اندية كبيرة هناك واكيد سويسرا متقدمين كراوين عننا فيعني الراجل وصل لمرحلة طيبة جدا كسي في انما هل ينجح ويكسر الدنيا مع الاهلي الله اعلم في عوامل كتيرة جدا وفي ظروف كتيرة جدا وفي حاجات كتيرة جدا تحكم متحدد اذا كان الراجل ينجح ولا لا والجزء الثاني اللي الناس برضو لقيتهم عم نال لي منشن كتير عليه برونو سافيو الناس متضايقة ان انا قلت ان الحتة دي ما نجحتش في مصر ايو احنا مش من البلاد اللي نجح فيها العنصر اللاثيني كلعيبة يعني اه ممكن للمدربين ولو انه ورده مش قوي انما للمدربين يعني في منهم نجح كبرال نجح مع الزمالك مش فاكر حد مع الاهلي برازيلي مثلا كسر الدنيا في ال يعني ايا كان انما العدد قليل كلعيبة مين لاتينيين كسروا الدنيا في مصر ايه اللي غريب في اللي انا قلته ريكاردو مع الزمالك وفاكرين كلنا مشكلته مع الزمالك وخناقته مع جامل حمزة في الملعب ومعملش حاجة في الاهلي كستلو الكولومبي مععملش حاجة برضو فيه جنسيات كده ما بتنجحش في مصر وقلت لك فقبل ما اشرح لك الراجل ده كان عمل ازاي وعمل اهدافك ايه ومشاطك ايه وبتاع قد يكون مفاجئة الاهلي متأكد برضو مستحيل اقولك على حاجة اللي مضيه واللي مختاره مش متأكد انه هينجح مستحيل يعني انت لو روحت النهاردة لحد مسؤول في النادي الاهلي قرر انه يختار برونو سافيو وهو اللي مضاه وهو اللي اتفق معاه كل حاجة وبينك وبينه سيبك من كلام الاعلام الطبيعي انه هيقول حاجات تانية لنما انا بكلمك بينك وبينه كده هقولك والله يا رب ينجح يعني مش متأكدين طبعا لانه التأقلم والبلد والحكاية والطبيعي طبيعي واحد برازيلي جاي يعيش في مصر جاي ان شاء الله يشتغل مهندس مش شرق ينجح التأقلم البلد الحكاية القصة مختلفة تماما عن وجوده في بوليفيا هو برازيلي وكان بيلعب في بوليفيا وجاي يشتغل او يلعب في مصر لعيب مهاري اه مهاري لعيب جوكر ممكن يلعب سنتر فورورد مهاجم صريح او يلعب رايت وينج و لافت وينج لعيب كويس تقدرش قابلا تقول عليه ان هو لعيب كسر او حاجة برازيلي يعني فالسو لا خالص برازيلي كويس انما هل ينجح ويكسر الدنيا ويبقى محترف في التاريخ بيذكره ولا لا محدش عارف لسه محدش عارف فبرضو الحاجات دي كلها طبيعي ان انا اسرد لك الحكاية كلها من كل النواحي وما ينفعش ان احنا لمجرد انه اللعيب او المدرب الفلاني اتعلن ان احنا كلنا نبقى عندنا يقين بانه الراجل ده يكسر الدنيا او زي ناس تانية كتير جدا بيطلعوا في التلفزيون بيقطعوا في اي حد احتياطي عشان لما يحصل انه الراجل يفشل يقولك انا اول واحد يقولتلكه لكن عايد انا بقولك مش شرط تضمنش سي في محترم كمدرب لكن الله اعلم ينجح ولا لا الله اعلم هيبقى اختيار مناسب والناس تتبسط به ويلعب كرة حلوة ويكسب وياخد الدوري ويكسب افريقيا وبتاعه ولا لا والناس التالي نفس الكلام وده على فكرة بنضبق على اي نادي اي نادي في الدوري بس هي الناس بتاخدها بس بحساسية بالالوان وبتاع لكن انا بالنسبة لي معنديش حساسيات ولا بلون كلامي انا في الاخر الكلام بيطلع زي ما يطلع اهلي زمالك اتحاد اسوان مش فرق معايا فاتمنى بس ان الناس تاخد الكلام في مكانه علشان الموضوع ما يبقاش سخيف